الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الإنصاف خلق عزيز عزيز عند الله وعزيز في العباد قليل من يتصف به المنصف الذي يعطي الحق لغيره كما يعطيه لنفسه الإنصاف نوع من أنواع العتل التي نحتاج إليها في جميع أيامنا وفي جميع مجالات حياتنا قال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الإنصاف خلق تربى عليه المسلمون في أصعب اللحظات في يوم الحديبية يوم من أصعب ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يصد النبي وأصحابه عن بيت الله الحرام ويمنعه ويحدث الصلح وترى الشروط الجائرة الظالمة في ظاهرها للمسلمين حتى شق ذلك على أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا وهم في طريقهم وجدوا جمعا من المشركين من مشرك المشرق يريدون البيت الحرام فقال بعض الصحابة نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم نمنعهم كما منعونا نمنعهم عن بيت الله الذي منعونا منه ولكن هذا ليس من الإنصاف شيئا ما رضيت به لنفسك فلا تقبله على غيرك فنزل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم عداوة وبغضاء قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بل ينزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ليس لأجل مصلحة ولا لقريب ولا لشريف ولا لنسيب كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى في أحد الأيام يرسل النبي الكريم الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة ليخرص ما بينه وما بين اليهود يجمع الضرائب على قدر ما عندهم حتى لا يظلموا تجمع الضرائب منهم والزكاة من المسلمين وتوزع على الفقراء والمحتاجين فجمعوا له من حلي نسائهم وقالوا خذ هذا خذ هذا الذهب الذهب يذهب بالعقول وبالألباب عند الكثيرين ويغير المبادئ فقالوا للصحابي الجليل خذ هذا وخفف عننا وتجاوز في القسم تنتفع وننتفع وما علموا أنهم من أبغد خلق الله لهذا الصحابي الجليل لما رأى من كثرة خيانتهم وكثرة مكرهم وكثرة إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم فليحمله هذا البغض وفوق كل ذلك تلك الرشوة على ظلمهم لا هو الذي تربى في مدرسة الإنصاف فقال والله يا معشر يهود إنكم لمن أبغد خلق الله إلي وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم وأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نقبلها قال اليهود بلسان الحال بهذا قامت السماوات والأرض أي بهذا العدل قامت السماوات والأرض ولذلك تربى حتى القادمين من بعدهم على مدرسة الإنصاف ابن المديني رحمه الله كان من كبار علماء الحديث من الذين يرجع إليهم في القول في الرجال وفي المتون وفي الإسناد لكن في أحد الأيام يسأل عن أبيه وأبوه من رواة الحديث فلما سأله عن أبيه سكت قال اسألوا عنه غيري قالوا قد سألناك أنت أعلم الناس به فما كان منه إلا أن أطرق ثم رفع رأسه قال هو الدين أبي ضعيف وأنصف حتى وعلى حساب أبيه تصديقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفوسكم أو الوالدين والأقربين فاللهم اجعلنا من عبادك المنصفين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين